باستثناء بعض الأمور اللي اتكلمنا فيها خلال الأسبوعين تلاتة اللي فاته ويجب أن يكون هناك ترتيب لأمور كثيرة خلال الفتر اللي جاية لأنه اللي شفناه مع النادي الأهلي ممكن نشوفه تاني مع النادي الأهلي وغير النادي الأهلي خلال الفتر اللي جاية لأن مواعيد المباريات تتعارض الأجندة مزدحمة جدا 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 السنة دي يجب أن يكون هناك أنا بقول من دلوقتي هو يجب أن يكون هناك تنصيق ما بين منتخب مصر إحنا مش عايزين نشوف منتخب مصر عشان أصلا حيطلع يقولك إيه أو حيطلع يتقال إيه لعيبة الأهلي مؤثرها إحنا عارفين بالمناسبة أن لعيبة الأهلي ممكن تؤثر ولكن أنت عندك قماشة كبيرة جدا تقدر تختار منها ما تريد مش لعيبة الأهلي فقط بعدين دي مباراة دي فمن حقك أن أنت تجرب واحد واثنين وثلاثة واربعة فمن وجهة نظري النهاردة أبو جبل بالنسبة لي علامة استفاهم كبيرة جدا أبو جبل النهاردة واحدة من أسوأ المباراة اللي أنا شفتها له يعني من زمان جدا ما شفتش أبو جبل بهذا الأداء السيء خصوصا الجون الثالث كمان على الرغم لما تيجي تتذكر أنا بتذكر أبو جبل في أمم أفريقيا مع بعض إصابة الشناوي هو ده لأنا بشوفه فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ممكن يكون بداية موسم وعدم توفيق ولعبين كتير يعني لسه ما بدأتش تمرينها وعملت وكل حاجة فمباراة النهاردة نستطيع أن احنا نقول أن احنا عملنا مباراة سيئة ولكن استفدنا منها كل النواحي السلبية دي يجب أن يتم تداركها خلال الفترة اللي جاية هو ده المهم وبعدين هنرجع بقى لو حضراتكم هتتكلموا عن التصنيف محدش يقول لي أصلا أنا يعني عملت وعايز لعبة الأهلي وعايز لعبة الفلان ولعبة كزع عشان التصنيف طيب خلي بالكم لو هتتكلموا على التصنيف فأنت هتلعب الجزائر المصنف الأول إفريقيا على ما أتذكر لو صح يقولوا لي صح والسنغال الأول والجزائر التاني فالحقيقة اللي بقوله لحضراتكم أن خلينا نركز في اختيارات المنتخب خلال الفترة اللي جاية لعبة الأهلي ان شاء الله يكونوا موجودين مع المنتخب لعبة الأهلي كل اللي لعبة مصر مش لعبة الأهلي فقط كل اللي لعبة مصر تحلم أنها تبقى مع المنتخب مصر وبالتالي اللي احنا شايفينه ده جماعة النهاردة هنعتبر أن سوء ترتيب لهذه المباراة وسوء ترتيب لوجود اللاعبين سوء ترتيب لحاجات كتيرة جدا جدا وتوقيت المباراة حاجات كتيرة جدا جدا لكن أنا شخصيا ثقتي كبيرة جدا 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 على فيتوريا أنا شايف أن فيتوريا ده واحد من أفضل المديرين الفنين اللي جوا بمصر وجيت نظري هتقول لي بنتها على سيفي قوي وبنتها على اختصاصات وبتدخل في كل حاجة بيحاول أنه يتدخل في كل حاجة علشان يعمل معسكرات جيدة لمنتخب مصر فعشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا نقف مع الراجل ونشوف إيه اللي حيحصل خلال الفترة القادمة كل التوفيق لمنتخبنا الوطني كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله يشرفنا في بطولة الأمم الأفريقية زي ما قلت لحضراتكم عندنا بطولات كثيرة جدا جدا خلال الأيام القادمة سواء للمنتخب أو للنادي الأحلى